يا يا كابتن جمال يا يا كابتن نفسك حد يجملك في مرة ولا مرة في تاريخك اتجملت بص يا كابتن جمال أي نادي أي نادي ممكن يعملك مجلدات من الأخطاء التحكمية اللي ارتكبت ضده بعض الأندية وبعض جماهير الأندية بتقف عند هذه الأخطاء التحكمية بسبب عدم قدرتها على تحقيق مزيد من البطولات فيبدأ دايما يستشعر أن هو مظلوم ومش بيتجامل فيبدأ يجيب كرة لأيد أحمد سامي في مباراة المقصة كان الزمالك بينافس المقصة على المركز الثاني والآله كان بيغرد وحيدا في قمة الدوري ويقول أمرك شفت ظلم زي ده بس مش هيفتكر أبدا أن نفس الحكم اللي هو جهات جريشة لما كان أحمد سامي موجود في بيرامدز ولما كانت النتيجة 1-0 لنادي بيرامدز في الديئة 91 وفي وجود تقنية الفيديو اللي ممكن ترجعه حسب ركل الجزاء على أحمد سامي إيه ديه جوا بطنه إيه ديه جوا بطنه بس واضح أن رجل المسلوسي في بطن السلية إيه ده أحمد سامي في بطنه عند كابتن جمال ما بياخدش باله منهم كابتن جمال بيتكلم عن جول سجله في موسم 84-85 وأنا مش أحرمك من حاجة أنا أجيب لك المباراة اللي حضرتك سجلت فيها هدف صحيح بالفعل أهو بوضوحه هدف صحيح بالفعل ولكن عشان إحنا بنشوف بعين واحدة فبنشوف اللي بيقع علينا فقط من أخطاء بنتجاهل أن نفس حامل الراية اللي كان أو اللي لغى هدف كابتن جمال عبد الحميد هو نفس حامل الراية اللي لغى انفراد من نص الملعب لكابتن علاء ميهوب وإن نفس حكم الساحة اللي لغى الهدف وصفر لإلغاء هدف كابتن جمال عبد الحميد تغاضى عن طرد عادل مأمور باللعبة دي بالكوة في وش الكابتن شريف عبد المنعم وعدم احتساب راكل الجزاء ودي اتحسب تفاول على شريف عبد المنعم خلينا من دي خلينا بقى في دي أنت مركز معايا الشاشة دلوقتي إيه الكابتن علاء ميهوب كده تسأله لصح كمل بقى الكرة إيه المدافع ده مين المدافع اللي جاد ده أرجع لي تاني الحتة دي معلش مين المدافع اللي جاد ده المدافع اللي مغطي كابتن علاء ميهوب الكادر ما كانش جايبه وكأن وقتها كان حامل الرايا قاعد قدام الكادر مش قاعد في الملعب الكادر هذه الكرة يبدو كده أن الكابتن علاء ميهوب متسلت لكن هتلاقي لما الكرة بتمشي أنه فيه مدافع جالينا من وراء كان متأخر ده يا كابتن جمال المباراة اللي حضرتك بتتكلم فيها موسم أربعة وتمانين خمسة وتمانين الموسم اللي انتهى بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري بفارق ثلاث نقاط مش هتشوف قبلها بموسم يا كابتن جمال وإنت بتاخد الدوري بفارق نقطتين على حساب هدف كابتن ربيع ياسين الملغي اللي لو كان تم تسجيله كانت المباراة تنتهي واحد واحد ووقتها كان النادي الأهلي حق بطولة الدوري بفارق الأهداف مش هتشوف ده مش هتشوف أن الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه أول تعقيب حقيقي على التحكيم كان على كابتن محمود عثمان حكم المباراة وتم إيقاف وقتها الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي لمحاولة اعتدائه على الكابتن محمود عثمان لكن هنسيب كل ده ونجيب المفاجأة لكابتن جمال عبدالحميد اللي بيقول عمري عمري ما تجملت ده انت يا كابتن جمال اتغير قانون قرة القدم واتغير قانون احتساب ركلة الجزاء عشان خطرك انت تعالى نشوف الفيديو ده المفاجأة لكابتن جمال عبدالحميد اللي بيقول عمري عمري ما تجملت قاعد الكرة ده مباراة الزمالك والترسانة ركز بس معايا قوي الله عليك الله عليك ركز معا كده الكرة جات في ايد كابتن جمال عبدالحميد في ايد كابتن جمال عبدالحميد راحت لرأس مدافع الترسانة لدماج مدافع الترسانة وشوف كابتن جمال عبدالحميد بكل ثقة اللي بيقول عمري ما تجملت رايح إنه ياخده ركز أيوة أيوة لله بكرمين كابتن جمال بإيه 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 كابتن جمال راحت لدماغ لعبة الترسانة اللي هو واضح قدامنا خليها تمشي عادي خليها تمشي عادي أيوة بدماغه بدماغه على طول صفارة رقل الجزاء على طول لكابتن جمال عبد الحميد هنا يا جماعة اتغير قانون كرة القدم في الموردية حديدا وأصبح لمسة اليد للمهاجم في منطقة جزاء الخصم تحسب رقل الجزاء وضرب منطقة جزاءه تحسب رقل الجزاء لعيت الترسانة كانت حاولت تنسحب والمباراة توقفت كتير جدا وياريت الكابتن جمال ما يزعلش من المفاجأة دي بس ياخد باله بعد كده وهو بيصرح إن الناس اللي بتقول عمرنا ما تظلمنا اتغير عشانها قانون احتساب رقل الجزاء هو كان الحاكم تفسيره إنه هو جات في إيده بحسن نية فاتحسبت له ضرب الجزاء نتيجة إن الرجل ضميره صافي اشتركوا في القناة